اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبقى احنا دلوقتي هندور على الانزيم بيشتغل فين في وسط حمدي رقم ألف بقول لي فيه العصارة الصفروية هل العصارة الصفروية أصلا ده انزيم طبعا ده مش انزيم طبعا زي ما احنا عارفين الصفرة بتشتغل على مين بتشتغل على الدهون وبتحولها إلى مستحلب دهني بس ده ليس انزيم رقم بيه فيها العصارة المعدية طب هل المعدة بتفرز مين احنا عارفين طبعا ما هي المعدة بتفرز انزيم مين اللي هو البيبسين وإنزيم البيبسين بيشتغل في وسط حمد من 1.5 الكامل إلى 2.5 يعني وسط مين يعني وسط حمدي وعندنا كمان المعدة بتفرز مين اللي هو الـ HCL علشان تنشط اللي هو الإنزيم اللي هو بيفرز في البداية على هيئة اللي هو البيبسينوجين ثم يتحول إلى البيبسين علشان يشتغل على مين على المادة البروتينية عشان يحولها إلى عددات البيبطايت فإذن دي الإجابة الصحة رقم جيم في العصارة المعوية طب ما احنا عارفين العصارة معوية بيكون البيئة الشعن بتكام بتمانية فإذن دا ما تنفحش معنا يعني وسط قلوي رقم دال في العصارة البنكرياسية طب ما احنا عارفين العصارة البنكرياسية بتفرز مين بتفرز اللي هو بيكربونات الصوديوم علشان تعادل اللي الحمودة بتاعت مين بتاعت المعدة وتخلي الوسط في الـ 12 ايه اللي هو قلوي اللي هو حوالي كام تمانية فإذن دا كمان ما ينفحش معنا يبس صح رقم مين رقم بيه أي مما يلي ينتج عنه أقل عدد من جزئات الـ ATB طب أول حاجة عندنا جزئ اللي هو الفاد H2 في سلسلة نقل الإلكترون لو احنا فاكرين في سلسلة نقل الإلكترون كان عندنا كل جزئ فاد H2 كان بيدين اتنين اللي هو ATB يبدا يدين كم الحاجة التانية عندنا اللي هو مين التخامر اللي هو الحمدي التخامر الحمدي طبعا كان بيدين اللي هو حمدي اللاكتيك وكمان اتنين اللي هو جزئ ATB التخامر الكحولي كان بيدين اتنين سلسلة قربون اتنين ATB وكحولي إيه إسيلي دور الكريبس واحدة طبعا دي كان بتديني إيه واحد ATB هنا عاوز مين عاوز أقل عدد من جزئات الـ ATB يبدا نختار مين اللي هي واحد يعني دور اتنين كريبس إيه واحدة يعني نجاب رقم دال أي العصارات التالية يتشابه عملها مع عمل القواطع القواطع اللي احنا فاكرين دي كانت موجودة في مقدمة اللي هي الفم ودي كان بتستخدم في تقطيع مين اللي هو الطعام طب دلوقتي عاوزين حاجة شكلها أول حاجة عندنا اللي هي الصفروية لو احنا فاكرين اللي هي الحويصالة الصفروية كان بتعمل على تحويل اللي هي الدهون إلى مستحلب إيه دهني يعني تجزئة اللي هي الحبيبات الدهنية الكبيرة إلى قطيرات إيه اللي هي دهنية صغيرة وبالتالي كده هيكون مشابه المين لعمل مين اللي هي إيه القواطع وبالتالي دي الإجابة الصح طبعا في الحالة ديتناه كان بيؤدي إلى تسريع مين اللي هو عمل اللي هي الإنزيمات اللي هي العظامة زي إنزيم اللايبيز على إيه على الدهون اللي هي ما بتدبش فيه اللي هي المية البينكرياس البينكرياس طبعا كان بيفرز مجموعة من اللي هي العسارات كان بيفرز عندنا اللي هو الأمايوليز اللي هو البينكرياسي اللي هو كان بيحاول اللي هو النشأ أو جليكوجين اللي هو سكرمين الملتوز اللي هو السنائي كان بيفرز كمان اللي هو إنزيم اللي هو التربسين اللي كان بيقصر الهي البروتينات الى عديدات قلب بطايد واللي بيفرز كمان اللي هو اللي بيز اللي كان بيحلل الدهون نائيا الى احمد ايه دهنية واجرس ليه ما نفعش اختاره طبعا العصارة اللي هي المعوية العصارة المعوية كان بتفرز مجموعة من اللي هي انزيمات اللي هي البيبتيديز اللي هي بتكصر الروابط البيبتيدية الى احمد ايه امينية وكمان كان بتفرز مجموعة اللي هي الانزيمات المحللة للسكرات السونائية الى سكرات ايه وحدية العصارة المعادية طبعا ده كان بيفرز اللي هو انزيم اللي هو البيبسين اللي هو كان بيحل المائية اللي هو البروتيني الى عديدات ايه الببطايد يبال الحاجة الوحيدة اللي هي مشابهة العمل اللي هي القواطع اليمين العصارة ايه اللي هي الصفروية اخذت عينا من الدم من مكان ما في جسم مريض وعند فحصاها مظهريا وجد ان لونها احمر فاتح احمر فاتح يعني دم ايه يعني دم مواقسج والدم المواقسج اذا ما احنا عارفين موجود فين فيه اللي هو الشرعيين من اي مكان تم سحب هذه العينة يبا احنا دلوقتي هندور على ايه على شريان عشان احنا عارفنا دلوقتي اللون بتاع الدم احمر فاتح يعني دم غير يعني دم مواقسج وبالتالي هيكون موجود فين فيه اللي هو الشرعيين رقم الف وعاق دمه بالقرب من سطح الجلد طب دلوقتي الاوعية اللي هي موجودة بالقرب من سطح الجلد ده بيكون عبارة عن اولدة فاذا ده ما ينفعش معنا طبعا ده بكل لونها احمر قاتم غامق يعني رقم بيه وعاء دمه يمدفون في وسط العضلات طبعا دي الاجابة الصح لان هنا قصده ايه شرايين وشرايين بتحتوي على ايه على دم مواقسج يعني ايه لونه احمر فاتح رقم جيم شعيرات دموية قريبة من سطح الجلد ده بقول لشعيرات دموية وفي نفس الوقت كمان قريبة من سطح ايه الجلد يبقى معنا كده قصده اللي هي ايه اللي هي شعيرات الدموية اللي هي خاصة بايه بالاولدة فاذا ده بالنسبة لنا غلط لانها بتحمل دم ايه اللي هو غير مواقسج فبالتالي بيكون لونه اللي هو ايه احمر قاتم رقم دال شعيرات دموية مدفونة في وسط العضلات ها تماشي معنا ايه رأيكم احنا دلوقتي عندنا الشريان اللي هو الاساسي اللي هو بيحتوع الامين على دم اللي هو لونه احمر فاتح يعني دم ايه مواقسج بيبدأ يطلع منه من نهاية بتاعته اللي هي مين الشعيرات ايه الدموية طب دلوقتي هنا هيكون عندي اللي هو الاجابة الافضل يطلع اختار اللي هو الوعي الاساسي عندي اللي هو الشريان يعني ولا اختار اللي هي الشعيرات الدموية اللي هي طلع منه طبعا اختار مين اللي هو الشريان الاصلي تمام وبالتالي الاجابة دي تناه ما ينفحش ايه نختارها لان عندي فيه اجابة افضل منها اللي يمين اللي هي رقم مين رقم بيه أي من العبارات الآياتية لا تفسر عملية انتقال الماء في النبات لا تفسر خلي بنا احنا عارفين عملية اللي هي انتقال الماء في النبات بتعتمد على نظرية أفضل نظرية احنا خدناها اللي هي نظرية التماسك والتلاصق وقوة الشد الناشئة عن عملية النتح قوة التماسك اللي احنا فاكرين كانت بين جزئات الماء وبعضها داخل مين أو عيد ايه؟ الخشب والقصيبات وكان هنا بتخلينا ان عمود الماء متصل داخل مين أو عيد الخشب الحاجة الثانية اللي هي قوة مين اللي هي التلاصق بين جزئات الماء وجدران مين الانبيب اللي هي الخشبية وكانت بتخلي اللي هي عمدة الماء معلقة دايما باستمرار ضد تأثير مين الجاذبية الأرضية القوة التالتة عندنا اللي هي مين قوة الشد اللي هي كان بتنشأ نتيجة مين اللي هي عملية النتح المستمر منين من الأوراق وده يتنقب بتخلي ان فيه دايما قوة جذب مستمر للماء إيه إلى أعلى تعالوا نشوف كده حاجة بقى لا تفسر عملية انتقال الماء رقم ألف معظم الماء الذي يخرج من الورقة يخرج من خلال الصغور هو صح ماشي بيطلع من خلال الصغور فعلا بس هل هنا جاب لي سيرة هنا ان بينشأ عنها قوة الشد النشأة عن عملية النتح وبالتالي هنا تخلي فيه قوة جذب مستمر الماء الأعلى ما جاب لي سيرة الكلام ده وبالتالي ده اللي احنا نختره ده بالنسبة لك ده لا يفسر مين عملية انتقال إيه الماء رقم بيه التماسك قوة التماسك اللي احنا فاكرين التماسك أو قوة التماسك يعني بين جزئات الماء يسبب وجود عمود متصل من الماء طبعا الكلام ده صح رقم جيم التأثير الناتج يعني عملية النتح عملية مين عملية النتح يسبب وجود جذب مستمر لعمود مين اللي هو الماء طبعا الكلام ده صح اللي هي قوة مين اللي هي قوة اللي هي الشد رقم دال خاصية اللي هي التلاصق بين جزئات المية وأعوية الخشب تجعل عمود الماء معلقا باستمرار دي كمان صح يبقى الوحيدة هنا اللي بتفسرش اللي هي عملية انتقال المية في النبات اليمين رقم ألف الشكلان البيانيان التالياني واضحان معدل النتح وضغط الماء معدل النتح وضغط الماء في خلايا ورقة نبات خلال ساعات اليوم مديني هنا ساعات اليوم من أول الساعة 2 صباحا لحد الساعة 10 مساء هنا نفس الكلام عندنا ساعات اليوم من 2 صباحا ل10 مساء ما الذي يمكنك استنتاجه من دراسة هذين الشكلين طيب تعالوا نبصي كده على رسومات أنا عندي هنا أول حاجة اللي هو مين معدل مين اللي هي عملية النتح عندنا هنا الساعة 4 صباحا هنا طبعا هنا الصغور بيكون مغلقة وبالتالي هنا مفيش أي عملية نتح بيبدأ هنا يزداد معنا مين معدل عملية ايه النتح وبيكون أقصى كما لا اللي هي حوالي الساعة كامل اللي هي حوالي الساعة 10 تمام اللي هي صباحا بعد كده بيبدأ ايه يقل معنا ايه معدل ايه عملية النتح إلى أن يتوقف في الساعة اللي هي ايه 8 مساء تعالوا نبصوا كده على اللي هي ضغط المية أنا عندي هنا ضغط المية هنا في الساعة 4 بيكون أعلى ما يمكن وإحنا قلنا هنا الساعة 4 أقل ما يمكن معنا كده أن فيه علاقة أقصية بينهم الاتنين خليبانا طب تعالوا نبص على الساعة 10 كده هنا زي ما احنا شايفين ضغط الماء اقل ما يمكن تمام وهنا كان الساعة عشرة عملية اللي هي او معدل النتح اكبر ما يمكن معنا كده ان فيه علاقة عكسية بينهم هما الاتنين يبقى احنا دلوقتي فيه علاقة عكسية بين معدل النتح وبين مين ضغط ايه وبين ضغط المياه تعالوا نشوف الاختراض اول حاجة ضغط الماء ينخفض داخل خلايا الورقة بزيادة عملية النتح يعني هنا حاجة اقل وهنا حاجة ايه هتزيد يعني علاقة ايه يعني علاقة عكسية وحنا الاسسألين انهما علاقة ايه عكسية فعلا ضغط المياه قل ادى ضغط المياه عندنا اقل خلص لو عند الساعة كام عشرة والصاعة عشرة عنده هنا كان عنده هنا اللي هو معدل النتح ايه اكبر ما يمكن فاذا هنا فعلا بيقال بزيادة مين عملية النتح وبالتالي دي الي جاب اللي احنا مندور عليها رقم بين بزيادة معدل النتح يزداد ضغط الماء داخل خلايا الورقة هل هي علاقة ارضية ولا عكسية احن قلنا عكسية ده هنا بقول لي ازداد وهنا يزداد لا ده احن قلنا واحد ايزيد التاني اللي حصل له هي Forbes فيه الكلم ده غلط صغور الورقة تغلق الساعة العاشرة صباحا تع Annie بص كده الساعة عاشرة صباحا قد الساعة عاشرة صباحا تمام اللي هي طبعا معدل مين النتح احنا عارفين طبعا الصغور عن طريق هيطلع ايه اللي هي عملية النتح الساعة عاشرة صباحا هنا الصغور هنا فتحة على مصرعيها بدليل هنا أن معدل النتحة أكبر ما يمكن فإذا الكلام ده غلط رقم دل صغور الورقة تفتح الساعة الرابعة صباحا تعالوا نبص كده على الساعة الرابعة قد الساعة الرابعة صباحا زي ما احنا شايفين هنا معدل النتحة سفر يعني هنا الصغور مغلقة وبالتالي الكلام ده كمان غلط يبقى الصح كده رقم مين رقم ألف ما العملية الحادثة في البلاستيدة الخضراء والمعاكسة لعملية الفسفرة الضوئية طب نفهم الأول يعني فسفرة ضوئية الفسفرة الضوئية اللي هي معناها اللي عندي اللي هو الـ ADP أدينوزين سنائي الفوسفات هيتحد مع مجموعة فوسفات ويتكون مين اللي هو الـ ADP أدينوزين سلاسي الفوسفات طيب طبعا العملية اللي هنا بتحتاج لطاقة فإحنا دلوقتي عاوزين عملية معاكسة للكلام ده معاكسة يعني في الحالة ديتنا أنا أحول اللي هو الـ ADP الى ايه؟ الى الاتنين دول يعني هيكون عكس الكلام ده يبقى احنا دلوقتي عاوزين نحول اللي هو الاتب الى ادينوزين سناء الفوسفات ومجموعة 100 الفوسفات تعال نشوف الاختيارات كده اول حاجة انتاج الاتب من الادب في الاجرانا طب ما احنا اللي احنا بنتكلم عليه في الاول اصلا ده دية عملية اللي هي الفوسفارة الضوئية اللي قدامي دا كده انا كونت دلوقتي الاتب اللي قدامي ها منين من اللي هو الـ ADP ومجموعة مين الفوسفات وفين في الجرانة طبعا دي اسمها فاسفارة ايضا واي احنا عاوزين العملية المعاكسة بتاعتها فإذا ده بالنسبة لنا كده غلط رقم بيه انتاج الـ ADP تمام من الـ ATP لحد جدا كويس بس بقول لي في الجرانة هل الكلام ده هيتم في الجرانة ولا مفروض في السوترومة المفروض انا هكاون دلوقتي اللي هو الـ ADP تمام منين من الـ ATP بس الكلام ده هيتم فين داخل مين داخل اللي هي السوترومة ولا هي سجرانة لان في الجرانة بيتم فيها التفاعلات الضوائية والتفاعلات الضوائية بيتم فيها عملية مين الفاسفارة ايه الضوائية خلي بنا في ازا دي كده غلط بنسبة لنا رقم جيم انتاج الـ ATP وهان دلوقتي هطلع الـ ATP ولا مفروض انتج اصلا الـ ADP انتاج الـ ATP من الـ ADP في السوترومة هي السوترومة صح بس انا عندي هنا بقول لي هنا انتاج مين الـ ATP لأ مفروض انتج مين اصلا ال-ADP خلي بقى لنا فهو بيلعمعي بالالفاظ في ازن دي كمان غلط رقم دال انتاج ال-ADP تمام لو ادينوزين سناء الفسفات لده اللي احنا عاوزينه هجيبه منين من ال-ADP فين في السوترومة في ازن دي العبارة الصح يبقى دلوقتي العبارة الصح انتاج ادينوزين سناء الفسفات هطلعه منين من ال-ADP وفين داخل مين اللي هي ايه السوترومة طبعا خلال مين اللي هي تفاعلات مين اللي هي اللي هي ضوئية احنا عارفين طبعا ملخص الكلام ان احنا عندنا عملية اللي هي الفسفرة الضوئية بيتم فين في التفاعلات اللي هي الضوئية تفاعلات الضوئية احنا عارفين التفاعلات الضوئية بيتم فيها حاجتين اول حاجة انتاج اللي هو ال-ADP تمام والحاجة التانية كمان اللي هو عند اللي هو ال-ADP بيتحد ال-ADP بيتحد مع مين مع الهيدروجين بيكون اللي هو ال-ADP الاتنين دول هيروحوا مين للتفاعلات مين اللي هي ضوئية اللي هي في السوترومة هيبدأ هنا الاتب ده هيستهلك في اللي هو تثبيت سانوكسيدا كربون عن طريق اتحده مع مين مع اللي هو الهيدروجين المحمول على مين على النات بيتش تو وبالتالي هنا اللي هو الاتب هيبدأ يرجع مرة تانية على هات مين على هات اللي هو الاتب اللي هو بيكلمنا عليه وبالتالي الصحة كده رقم مين رقم ده اي مما يلي يؤدي انخفاض معدل انتاجه الى نقص المواد الغذائية التي تنتقل للتركيب سين طبعا دي تعبارة عن جزء من الخملات وعند هنا سين هنا مشاور على مين مشاور على اللي هو اللي هو اللبني طيب الوعي اللبني طبعا المعنى كده انا بكلم على مين عن اللي هو الطريق اللي انفاوح نعرفين طبعا فيه طريق ايه اللي امتصاص المواد الغذائية اول حاجة اللي هو طريق الاولا اللي هو طريق اللي هو الدموي والطريق الثاني اللي هو الطريق مين اللي نفاوي اللي احنا بنكلمها لها حاليا الطريق اللي نفاوي هيتم عن طريقه اللي هو امتصاص مين اللي هو الجرسلين والأحماض اللي هي الدهنية والفيتامينات اللي هي بجمحها في كلمة أكيد اللي هو الـ A والـ D والـ E والـ K كل ده هيروح خلال مين اللي هي الأوعية اللي بنية اللي هي موجودة في الخاملات ثم الجهاز مين اللي نفاوي ثم الوريد الأجوى في العلوي ثم القلب تصب في القلب فاحنا دلوقتي هندور على اي حاجة متعلقة بمين بالمواد الدهنية فبول رقم الف العصارة الصفروية ايه رأيكم تماشي معنا طبعا دي الاجابة الصحة طب ليه ما احنا عارفين العصارة الصفروية اللي هي بتفرز من الكبد ايه مهمتها بتحول اللي هو الدهون الى مستحلة بايه دهني وبالتالي هنا هتؤثر على مين على مواد مين اللي هي الدهنية اللي بيبتم امتصاص عن طريق مين عن طريق اللي هو الوعاء مين اللي هو اللبني رقم بيه البيبسين طبعا ده موجود فين فيه اللي هو الماعدة وطبعا ده بيشتغل على مين على المواد البروتينية والمواد البروتينية بتبدأ تمتص على مين احمد امانية عن طريق مين عن طريق اللي هو الطريق الداموي في اذن ده ما ينفعش معايا اللامايليز طبعا ده بيشتغل على مين على المواد اللي هي النشاوية ونهاية الهضم بتاعتها تتحول الى سكرات احدية وبيتم امتصاص عن طريق مين عن طريق الطريق الداموي اذن ده كمان ما ينفعش معنا انزيم السيكريز طبعا ده من ضمن اللي هي الانزيمات اللي هي موجودة في العصار اللي هي المعوية وطبعا ده بيشغل عالميا على اللي هو سكر اللي هو السكروز وطبعا هنا يحوله لسكرات ايه احادية وبالتالي ده بيتم امتصاصه عن طريق ميين عن طريق اللي هو الطريق الداموي في اذن ده كمان ما ينفعش معنا يبس صح رقم الف في كل من التخمر الجحلي والتخمر الحمدي ينطلق اثنين جزء إتبية فمن المتوقع أن يكون عدد السعرات الحرارية الكبيرة الناتجة من تحالي الجزئية الإتبية المنطلقة ويكون فين أكبر يا طرر التخمر الكحولي ولا تخمر الحمدي نحن نعارفين طبعاً لواء تخمر التي هما الاثنين عبارة عن تنافس لا هوي بس نعند هنا في حالة لواء التخمر اللواء الكحولي بيطلع مين عندي؟ بيطلع اثنين جزء اللواء الكحولي إسيلي وكمان اثنين سينوكسيد الكربون. اما في حالة اللي هو التخمر الحمدي بيتحول عند اللي هو حمد البيروفيك الى ايه? الى حمد مين? الى اتنين جزئ من حمد اللي هو الاكتيك. لو احنا فاكرين احنا قلنا السؤال ده قبل كده قلنا عندنا عملية اللي هي التخمر الكحولي بيطلع كمية طاقة اعلى منين من اللي هو تخمر اللي هو مين الحمدي? لو احنا فاكرين التخمر اللي هو كحولي كان عندي اللي هو جزئ اللي هو بينتج عند اللي من كحول الاسيلي بيحتوي على اتنين زر الكربون اما بالنسبة اللي اللي هو تخمر الحمد اللي هو حمد اللاكتيك بيحتوي على تلات زرات من الكربون معنا كده ده اصبح اتنين زرتين معنا كده ان حصل هنا تكسير اكبر احنا خلي بالنا ده بيانتج نتيجة مين تحول حمد البيروفيك الى اللي هو مين الى حمد ايه الى اللي هو الكحول الاسيلي وده برضا حمد البيروفيك بتحول مين الى ايه الى اللي هو حمد اللاكتيك معنى كده لعدة زرات الهيئة الأقل ديت معنى كده إن حصل هنا تكسير لروابط أكتر يبا هنا اتقصرت روابط ايه أكتر وبالتالي هنا يطلع لكمية الطاقة ايه أعلى بالإضافة كمان عندي هنا بيطلع كمان 2 جزء من ايه من سينوكسيد الكربون وده بيؤدن مين لارتفاع ايه درجة ايه حرارة مين التفاعل تعالي نشوف الاختيارات رقم ألف من التخمر الكحولي أكبر منها في التخمر الحمد طبعا الكلام ده صح وبالتالي دي الإجابة زي ما احنا للسائلين رقم بيه من التخمر الكحولي أقال لا احنا وانا ايه أكبر متساوية في كل النوعين لا احنا وانا مين الأكبر اللي هو التخمر الكحولي أكبر من الحمد متساوية خلاص قلنا الكلام ده رقم ده من كل منهما أكبر مما في التنفس الهوائي لا طبعا هما قال لهم الاتنين من التنفس الهوائي لأن في حالة التنفس الهوائي بيطلع لكام 38 اي تي بيه إنما هنا كمية الطاقة هنا 2ATB وهنا كام 2ATB يبقى معنا كده في التنفس لواء هكون إيه أكبر في إذن الكلام ده غلط يبقى الصحة كده رقم مين؟ رقم ألف في المخطط المقابل ما المشترك بين كل من العمليتين رقم واحد واثنين تعالوا نبصك دعا الشكل عندي هنا مركب اسمه إيه يتحول إلى بي والبي بعد كده بدأ هنا يتحول إلى إيه وطلع عندي هنا اللي هو 38ATB 38ATB معنا كده اللي قدامي رقم واحد عبارة عن تنفس مين؟ تنفس هوائي رقم واحد عبارة عن تنفس هوائي معنا كده عندي اللي هو الإيدة عبارة عن جزء مين؟ جزء كولوكوس حصلوا عملية انشطر وتحول إلى حمض مين؟ إلى حمض بيروفيك؟ حمض بيروفيك حمض البيروفيك هنا اللي ما بيلاقي اللي هو اللي هو الأكسجين بيبدأ هنا يطلع لإيه؟ بيحصل اللي هو تنفس هوائي وطلع لإيه 38ATB الحالة الثانية عندي هنا في حالة عدم موجودة اللي هو الأكسجين هيحدث هنا التنفس مين؟ اللي هو لاهوائي اللي هو رقم اتنين؟ تنفس لاهوائي وطلع لإيه 2ATB تمام؟ سواء هنا يكون اللي بقى اللي هو حمض اللاكتيك أو يكون اللي هو كحول مين؟ الإسيلي أيا كان موما في الحالتين اسمه تنفس مين؟ لاهوائي دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز المشترك بين العملياتين رقم واحد واثنين واحد اللي هو مين التنفس الهوائي واثنين اللي هو مين التنفس اللاهوائي يعني آوزين حاجة مشتركة بين التنفس الهوائي والتنفس اللي هو اللا هوائي رقم ألف لإحتياج للإكسجين طب التنفس الهوائي يحتاج إكسجين هل التنفس اللا هوائي محتاج إكسجين طبعا لا ده بيتم في حالة نقص الإكسجين أو غيابه فإذا ده بالنسبة لنا ما تنفعش رقم بيه الإحتياج لسان إكسجيدي كربون إحنا هنا أو هنا مش محتاجين لسان إكسجيدي كربون رقم جيم الإحتياج لطاقة إيه رأيكم طبعا دي الإجابة الصحة طب إزاي أنا عندي هنا سواء تنفس سوائي أو تنفس لا هوائي هنا هيحصل هنا في البداية عملية انشطر لجزء مين الكولوكوس دي المرحلة الأولينية طب عملية انشطر الكولوكوس هنا في البداية عشان تتم أنا محتاج مين محتاج 2 ATB محتاج 2 ATB خلي بقنا بنستهلكم ومعد كده بطلع في النهاية كام أربعة يبقى ندر وقت استهلكت 2 وطلعت كام أربعة يعني محصلة النهاية بتاعت كام 2 ATB المهم في البداية لازم أحتاج مين 2 ATB يبقى معنى كده بحتاج مين اللي هي طاقة سواء تنفس هواي او ايه او تنفس لا هوي رقم دل الاحتياج لوجود اللي هو الفاد طب هو الفاد ده موجود فين الفاد زي ما احنا عارفين موجود في دور الكريبس صح ولا لا طيب دور الكريبس موجودة فين في التنفس الهوائي ولا لا هوي طبعا موجودة فين في التنفس الهوائي فقط مش موجودة فين في التنفس مين اللا هوي في ازا دي كمان بالنسبة لنا غلط يبقى الصح كده رقم مين رقم جين ما العوعية الدموية سين وعين التي يعبر عنها الرسم البيانة المقابل على الترتيب أول حاجة عندي هنا طبعا مدينة للزمن و مدينة هنا تركيز غاز الأكسجين عندي هنا سين تركيز الأكسجين عالي و عندي هنا هو عين تركيز الأكسجين قليل و هنا مدينة هنا شريين و أوردة لو احنا فاكرين أن جميع الشريين كانت بتحمل دم مؤقسج مع دمين معدى الشريان الراءوي كان بيحمل دم غير مؤقسج وكان عندنا كل الأوردة كانت بتحمل دم غير مؤكسج معدل الأوردة الرئوية الأربعة كانت بتحمل دم مؤكسج تعني نشوف كده الاختيرات أول حاجة عندنا كده أول حاجة اللي هو الشريان الراوي الشريان الراوي بيحمل دم غير مؤكسج نحن محروض دلوقتي هنبدأ بإيه بسين سين هنا تركيز اللي هو الاكسوجين فيه عالي يعني ده عبارة عن دم مؤكسج يبقى لازم يبدأ كلامي بدم مؤكسج تمام؟ ده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن سين وعند عين عند عين التركيز هنا اللي هو الاكسوجين فيه قليل يعني معنا كده ده دم غير مؤكسج هنبدأ بمين بسين اللي هو دم مين مؤكسج فعند هنا شريان الراوي شريان الراوي بيحمل دم غير مؤكسج منفعش أختاره شريان كلوي الشريان أي شريان بيحمل دم مؤكسج وبقتل ده صحة كده بالنسبة لنا الوريد دم غير مواقسش ما ينفعش اختاره غلط الوريد طبعا ده بيحمل دم غير مواقسش ما ينفعش اختاره تعال نكمل كده الحاجة التانية مفروض عين اللي هو دم مين غير مواقسش الوريد دم غير مواقسش صح بس هنا فيه واحدة غلط فأصبحت العبارة غلط الوريد دم غير مواقسش الصح وهنا دي صح اصبحت ديت الاجابة الشريان بيحمل دم شريان غاوي طبعا ده بيحمل دم ايه غير مواقسش ده صح بس في واحدة غلط فأصبحت ايه غلط عندي هنا شعورين كبدي بيحمل دم ايه مواقسج وبالتالي أصبحت غلط وديه غلط كمان فأصبحت العبار غلط يبا كده الإجابة الصحة رقمين رقم به إثناء تحضير قطاع عرضي في ساق نبات حديث سوفة القطين تم إضافة محلول اليود على العينة لزيادة توضيحها ما النسيج الذي تتوقع ألا تصبخ خلاياه باللون الأزرع الداكن محلول اليود ده لون برتقالي بيتحول إلى اللون الأزرع الداكن لما يكون فيه نشا معنى كده عاوز هنا خلايا لا تصبغ يعني معنى كده ندور على خلايا لا تحتوي على النشا أول حاجة عندنا الكامبيوم الكامبيوم زي ما احنا عارفين ده عبارة عن صف واحد من الخلايا أو أكتر من الخلايا تمام ودي بيكون عبارة عن خلايا مرستيمية بسمها خلايا إنشائية موجودة بين اللي هو الخشب واللحاء المهمة الرئيسية بتاعته إنها بتنقسم علشان تدي اللي هو اللحاء السنوي تجاه الخارج وفي نفس الوقت تدي خشب سنويا مين تجاه اللي هو الداخل معنى كده إن كام يوم ده ما فيهوش مين ما فيهوش نشا وبالتالة دي الإجابة رقم بيه؟ الكشرة طب ما احنا عارفين إن آخر صف في الكشرة اسمه إيه؟ الغلاف النشاوي والغلاف النشاوي من اسمه يعني بحتوع لمن على اللي هو النشا فإذا ما ينفحش معنا الأشعة النخاعية والنخاع هما الاتنين عبارة عن خلايا برانشامية المهمة بتاعتهم اللي هي التخزين يعني تخزين مين؟ تخزين اللي هو الكولوكوز يعني هيكون فيه ايه؟ تخزين الكولوكوز اللي هو الفائد اللي هو النتيجة اللي هي قيام النبات بعملية البناء الضوي هيبدأ يتخزن فيه النبات على اية مين؟ على اية نشا وبالتالي هنا هتصبح بمين؟ باللون مين؟ الازرق ايه؟ الداكن يبا الوحيد اللي هو مفقوش اللي هو النشة اللي هو مين اللي هو كامبيو أي مما يلي يمثل آلية امتصاص نواتج هضم النشة هنسأل نفسنا سؤال ودلوقتي النشة لما تتهضم هتتحول في النهاية إليه إلى سكرات أحدية طيب دلوقتي بيسألنا على مين على آلية إيه المتصاص احنا عارفين طبعا لو لم تطرجه الامتصاص بالنسبة عن طريق الخاملات بيتم عن طرق ايه أول حاجة اللي هو طريق الدم والحاجة التانية اللي هو الطريق مين اللي انفاوي طب احنا دلوقتي بنتكلم على مين على عضم النشر اللي هي السكريات اللي هي الاحدية يبقى معنا كده هنتكلم على مين على اللي هو الطريق مين اللي هو الطريق الدموي لان بيتم عن طريق امتصاص السكريات الاحدية والاحمد الامنية والمية والاملاح والفيتامينات اللي هي دايباف المية حلوة قوي طيب عملية اللي هي الامتصاص بتعتمد على خاصياتين اول خاصية اللي هي الانتشار الغشائي والحاجة التانية اللي هي النقل النشط طب تعالنا نبص مع بعض كده نشوف الاختيارات فرقم ألف بولي الانتشار إلى الشعيرات الشريانية طب دلوقتي ودلوقتي هيحصل هنا قبل ما نفى من حتة دي كده عشان نعرف الإجابة على طول احنا دلوقتي هيحصل عملية ايه امتصاص حلوة أو سواء عن طريق اللي هو انتشار جشاء أو عن طريق اللي هو ايه النقل النشط واحنا بنتكلم على طريق مين الطريق الدماء وننسى دلوقتي الطريق الدماء هيروح لمين بعد كده للشعيرات الدمائية اللي هي موجودة فين موجودة في الخملات حلوة أوي بعد كده هتودل مين هتودل للوريد الباب الكابدي نركز في كلمتين دول الوريد الباب ايه الكابدي ثم الكابد ثم الوريد مين اللي هو الكابد اللي هو يطلع من الكابد وبعد كده الوريد الأجوى في السفل ثم ايه ثم القلب يبعد هنا لما يقول للانتشار إلى الشعيرات الشريانية هل احنا هيروح لشريان ولا مفروض يروح للوريد البابي الكابدي المفروض اللي هو الوريد البابي الكابدي هو وريد يعني مفروض أقول هنا شعيرات ايه وريدية وليس شوريانية في زن ده بالنسبة لنا كده غلط النقل النشط إلى الوعاء اللبني ده الوعاء اللبني ده هيتم عن طريق ايه امتصص مين اللي هو عن طريق اللي هو الطريق اللي انفاوخ اللي بنا هي امتص اللي هو الجريسلين والأحماض الدهنية والفيتامينات اللي هي أكيد اللي هو الاي والدي والاي والك يعني ده مناش على قبيل الانتشار الى الوعاء اللبني بردك نفس القصة ده طبعا بياخد ايه اللي هو ايه المواد الدهنية تمام رقم ده النقل النشط الى الشعيرات الوريدية ايه رأيكم طبعا دي الاجابة طب ليه احنا وانا والله فيه طريقين يا متن اللي هو الدامه يا متن مين اللي انفاوي احنا بنتكلم على ايه على الدامه واحنا وانا هنا فيه خاصيتين اول خاصية اللي هي ايه الانتشار الغشاي والحاجة التانية النقل مين النشط لحد كده كويس المفروض بقى هنا الشعيرات اللي هي بتاعت الخاملات الشعيرات الدموية بتاعت الخاملات هتود مين هتود للوريد البابي الكابدي يعني هتود للشعيرات مين الوريدية اللي هي موجودة في مقدمة مين الوريد مين البابي ايه الكابدي فعشان كده بنقول شعيرات ايه وريدية في ايه زن دي الاجابة اللي هي رقم مين رقم ده الشكل اللي بقى المقابل يوضح احتياج النبات العنصري صاد وعين صاد وعين للعملات الحيوية ما العامل الذي ساعد على زيادة تركيز العنصري صاد وعين داخل خلايا الجزر تعالوا نبصوا كده على الشكل الاول عندنا العناصر اللي هي صاد وعين وعندنا الاحمر ده اللي هي الطربة يعني كده العناصر دي تنوفي الطربة نسبتها وليلة وعندنا داخل خلايا الجزر بيكون تركيزها عالي جدا زي ما احنا شايفين لان ده عبارة عن التركيز معنى كده انها تتنال من التركيز اللي هو الاقلي الى تركيز الاعلى اللي هو بالنسبة لصعد وعين نفس الكلام من التركيز الاقلي الى تركيز ايه الى اعلى احنا بنكلم دلوقتي على ايه على احتياج النبات اللي ايه لعناصر معينة تمام يعني بكلم عن الاملاح احنا عارفين طبعا فيه تلات خواص بيعتمد عليهم اللي هو النبات فيه امتصاص مين اللي هي الاملاح المعدنية خاصية الانتشار والنفذية الاخترية والنقل النشط طبعا عندي هنا بنق من تركيز أقل إلى أعلى من أقل إلى أعلى معنا كده بعتمد على مين على اللي هو النقل إيه النقل النشط تعال نشوف الاختيارات كده رقم ألف توفر الماء في الفجوات العصرية لخلال الجزر هل لما يتوفر الماء جوه الفجوة العصرية هل هنا يزود لعملية النقل النشط لا ده هيقللها طب هيقللها ليه علشان الماء هنا لما يكون موجودة بقصرة داخل الفجوة العصرية هتقلل هنا تركيز من العصارة وبالتالي هنا نبات هنا مش شعرف يمتص المياه بوفرة وبالتالي هنا هتيبقى مشكلة بالنسبة من لخلاياه جزر في اذا ده بنسبة لنا كده غلط رقم بيه تناقص السكر في الفجوات العصرية لخلايا الجزر طب دلوقتي لما يقل السكر جوه الفجوة العصرية معنى كده هنا اصبح هنا المحلول اللي هو جوه الفجوة العصرية التركيز بتاعه منخفض يعني مش شعرف يمتص مين العناصر اللي هو بيسألنا عليها فإذا ده كمان بالنسبة لنا غلط رقم بيه تناقص الاكسوجين في خلايا الجزر طب ما احنا بنتكلم على نقل النشط والنقل النشط هنا علشان يتم يعني احنا محتاجين اي تي بي والاي تي بي عشان ينتج لازم يتوفر الاكسوجين علشان في حالة تناقص الاكسوجين هيبدأ يلجأ هنا اللي هو النبات أو اللي هي الجزور اللي هي التنافس اللي هو مين اللاهوائي والطلع لكمية ولا يبني من الطاقة وبالتالي هيقل معي مين اللي هو ايه النقل النشط فإذا هنا التناقص ده بالنسبة لغلط رقم دال توفر الاكسوجين في خلايا الجزر طب ما عندي ليه جاب الصح علشان هنا خلايا الجزر تقوم بالتنافس مين اللي هو الهوائي وبالتالي هنا هيطلع لـ 38 جزئ اي تي بي طالما هنا الاتي بي موجود هنا هيقدرين العنصر الى خلايا مين الى خلايا الجزر من التركيز اللي هو اقال لتركيز الى الاعلى ايه الى الاعلى تركيز يعني عجس التدرك في التركيز تتم انا عملت النقل في جسم الانسان عن طريق جهازين متصلين ببعضهما اتصالا وثيقا يوضح هم الشكل المقابل ما الذي يمكنك استنتاجه من هذا الشكل عندي هنا اللي هو ايكس ده طبعا ده عبارة عن مين عبارة عن اللي هو الجهاز الدوري في الانسان لان هنا بيكلم العلمين عالانسان جسم الإنسان والجهاز الدورة اللي احنا فاكرين كان بيتكون من اللي هو القلب واللوعية ايه الدموية اللي بتشمل الشرايين والاوردة والشعارات ايه الدموية والدم اللي هو موجود داخل الشرعين واللي هو الأوردة وهنا بيقول لي هنا مفتوح ومقفول يعني هنا هل من النوع المغلق ولا من النوع مفتوح طبعا عندنا هنا بالنسبة لي اللي هو جهاز الدوري في الإنسان طبعا من اللي هو النوع إيه اللي هو النوع اللي هو المغلق علشان هنا اللي هو القلب واللي هي اللوعية الدموية والدم كل ده بيشتغل في حلقة واحدة مع بعضهم الدم هنا ما بيطلعش إلى تجويف ايه الجسم وبالتالي ده من النواية ايه اللي هي المغلقة الحاجة التانية عندنا اللي هو مين اللي هو الواي الواي ده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن اللي هو الجهاز مين اللي هو الليمفاوي الجهاز الليمفاوي طبعا ده ليعتبر اللي هو الجهاز المناع فين في جسم ايه الانسان علشان بيطلع وبينتج مين اللي هو الاجسام مين اللي هي المضادة اللي هي مسؤولة عن اكساب اللي هو الجسم المناع وطبعا عندنا اللي هو الجهاز الليمفاوي بتكون من اللي هو الليمف واللواية الليمفاوية هو العقد مين اللي هي الليمفاوية طيب عندنا اللي هو بالنسبة للجهاز الليمفاوي طبعا ده من النوعية اللي هو المفتوح من النوع ايه المفتوح المهمة الرئاسية بتاعته زي ما احنا لسا اللي هو المناعة وكمان بيحافظ على اللي هو التوازن بالنسبة لسوائل الجسم وكمان بيساعد فيه اللي هي عملية مين انتصاص اللي هو الجسم ايه اللي هي الدهون والفيتامينات اللي هي بتدوب فين فيه اللي هي الدهون تعالوا نشوف الاختيارات رقم الف بقول للجهاز اكس اللي هو الدوري والجهاز واي اللي هو الانفاوي كلاهما مغلق لأ طبعا احنا قلنا ده مغلق ده مفتوح اكس الجهاز اكس والجهاز واي كلاهما مفتوح برضه غلط الجهاز اكس مغلق صح تمام والجهاز واي مفتوح اللي هو الجهاز اللي هو الانفاوي مفتوح يبقى ديه لجابة صح الجهاز اكس مفتوح احنا قلنا اكس من نوعية المغلقة والجهاز وي مغلق لها ده مفروض ايه العكس فأصبح كده الإجابة الصحرة قمين عند تناول وجبة غذائية تحتوي على أرز وبطاطس وخبز يعني كلها عبارة عن مواد كربوهضراطية فإن الإنزيمات التالية تهضم المواد الغذائية الثلاثة عاوزين إنزيم يشتغل على مواد الثلاثة أول حاجة عندنا اللي هو الأميليز بيشتغل على مين بيشتغل على اللي هو النشا وجليكوجين ويبدأ يحوله إلى سكر مالتوز المالتوز بيشتغل على سكر مين اللي هو المالتوز اللي هو السكر السوني ويحوله إلى سكرات أحدية فإذا ده بيشتغل على مين على الموادان النشوية وبالتالي نختار الإجابة دائت رقم بيه اللي بيشتغل على مين على الدهون ده بيحول اللي هو المستحل habíanدهني إلى أحمض دهنية والجريسليل فإذا ده بالنسبة لنا غلط المالتوز صح أصبحت العبارة كلها غلط الأميليز صح اذا محنا للس ايينين هنا. اللايبيز للس ايينين هنا غلط. فاصلت العبارة غلط. اللايبيز للس ايينين انه غلط. البيبتي ديس طبعا ده بيشترا على مين على اللي هي عديدات البيبتيت اللي هي البروتينات يعني ويحولها لأيه? الا احماض اللي هي امينية. فبالتالي ده غلط. فاصلت العبارة كلها غلط. يبقى الصحة كده رقم مين? رقم الف. فيها الشكل المقابل الورقة بي تنتج سي ستة اتش اتناشر او ستة يعني كل قوز يا طرق اكبر ولا اقل لو يساوي من الورقة ايه? تعال امبصي كده عالشكل. عندي هنا ده عبارة عن نصيص بيحتوى على هنا على نبات اخضر. يعني يقدر يقوم بعملية مين? البنية الضوي. عندي هنا حجم الورقة اللي هي بيه قد حجم الورقة مين اللي هو اي? الاتنين قد بعض. حلو قوي. عندي الورقة ايه ازا ما احنا شايفين كلها معرضة مين للضوء. اما اللي هي الورقة ايه? في عندي هنا جزء منها هنا. عليه غطى ايه اسود. وبالتالي عندي هنا مساحة اللي هي عليها الغطى الاسود ده مش هتقدر تقوم بتعملية مين? البنية الضوي. نتيجة ان انا ايه? حجبت عنها الضوء. معنا كده الاماكن التانية بس اللي هي تقومي مين? بعملية مين? البنية الضوي. معنا كده ان عند الورقة d Beyonce هتصنع اللي هو كولوكوز خلال لعملية البنية الضوي معدل أكبر من الورق أمين اللي هو إيه وبالتالي نختار مين أكبر من مع العلاقة البيانية التي تمثل حالة الجسم المناعية لشخص ما في الأيام الأولى للإصابة بعدوة بكتيرية يعني شخص هنا مصاب بعدوة بكتيرية وهنا مدين إيه العلاقة بين حكتين بين نشاط اللي هي العقد اللينفاوية وبين عدد كوريات الدم البيضاء طب ما احنا عارفين إن عدد كوريات الدم البيضاء لها وظيفة إيه مناعية يعني معناه كده الإنسان لما يكون هنا مصاب بعدوة بكتيرية لازم يزداد معنا مين عدد مين اللي هي إيه اللي هي قوريات الدم البيضاء طيب عندي هنا أول علاقة طبعا دي بالنسبة لنا غلط علشان هنا مديني علاقة سابتة يعني مهما هنا يزداد نشاط العقد البكتيرية عندي هنا عدد كورة الدم البداية سابتة معايا طبعا الكلام ده غلط طبعا دي الإجابة الصحة عندنا اللي هي رقم به لأن هنا كل ما يزداد معنا نشاط اللي هي العقد البكتيرية في حالة اللي هي الإصابة هيبدأ يزد معنا مين اللي هي عدد دي كوريات الدم إيه البيضاء طبعا دي تعلاقة عكسية طبعا الكلام ده غلط لأن ده معنا كده كل ما يبدأ يحصل إصابة هنا ونشاط للعقد البكتيرية عدد كورية الدم البيضاء هتقل معايا لأنها مفروض تزيد هنا طبعا دي تعلاقة تناقصية في زن دي كمان غلطية بس صحة كده رقمين في الشكل المقابل أي تركيب تالية يكون ضغط الدم أعلى ما يمكن عند غلقها لو إحنا فاكرين إن ضغط الدم كان عندي فيه الإنسان المعافى اللي هو 120 على 80 المية وعشرين ده بيعبر عن مين عن القباض اللي هو البطينين التمانين ده بيعبر عن مين عن اللي هو انبساط اللي هو إيه البطينين تعال نشوف البيانات كده طبعا ده اللي هو القلب فعند رقم واحد ده أنا مش عارع على مين على اللي هو الصمام اللي هو الهلالي اللي هو الأورطة رقم اتنين ده عبارة عن الصمام اللي هو المترالي او بسميه الصمام سناء شرفات رقم 3 ده عبارة عن اللواء الصمام اللواء الهلالي الراوي رقم 4 عبارة عن الصمام اللواء سلاسي اللواء شرفات خلي بالك هنا بقول لي ايه عند غلقها فبقول لي رقم 1000 رقم 2 ورقم 4 رقم 2 اللواء الصمام مين اللواء الصمام اللواء المترالي او بسميه اللواء سناء شرفات طيب والصمام رقم مين رقم 4 اللواء الصمام اللواء سلاسي مين شرفات طب دلوقتي دول لما يتقافلوا إيه لا يحصل؟ هيبدأ طبعا ينقبض مين اللي هم البطينين ولما ينقبض البطينين هيكون أعلى قيمة لضغط الدم اللي هو كام اللي هو 120 وبالتالي دي الصح اللي حنا ما ندور عليه طب طبعا نشوف اللي بعدها كده عند هنا رقم بيه بولي 3 و 4 3 عندنا اللي هو مين اللي هو الصمام اللي هو الهلال اللي هو مين الراوي 4 اللي هو الصمام مين سلاس اللي هو ايه الشرفات طب هل ينفع الاتنين يتقفلوا في نفس التوقيت هل الاتنين مع بعض يتقفلوا مع بعض طبعا ده مفروض واحد يتفتح التاني ايه يتقفل يعني ده لما يتقفل لازم اللي هو الصمام اللي هو مين اللي هو الرئوي يتفتح معي علشان الدم يمشي خلاله وبالتالي هنا ما يفعش الاتنين يتقفلوا مع بعض ولا الاتنين يتفتحوا مع بعض رقم جيم رقم واحد وثلاثة واحد اللي هو مين اللي هو الصمام اللي هو الهلال اللي هو الأورطة ثلاثة اللي هو الصمام اللي هو مين الهلال ايه اللي هو الرئوي طب دلوقتي دول لما يتقافلهم مين اللي يتفتح معنا اللي هي الصمامات مين اللي هو سنائي وسلاس ايه شرفات معنا كده هيكون عندي هنا اللي هم البطاينين في حالة ايه في حالة اللي هي انبساطية عنشان يستقبلوا الدم وبالتالي ده هيكون اقل قيمة لضغط مين الدم وبالتالي مفحش اختار ده رقم دال واحد واثنين واحد اللي هو مين اللي هو الصمام اللي هو الهلالي اللي هو فرطة اتنين اللي هو الصمام اللي هو الميترالي او الصناعي شرفات هل هم الاثنين يتقفلوا مع بعض? ينفع يتقفلوا مع بعض? هم الاثنين طبعا لا ده هم الاثنين عقصة بعض يعني واحد يتقفل التاني يجب believe what is��? يتفتحوا بالتالي مافعش الاختار اللي هو الاختيار ده اي مما يلي يعتبر منفز للمية حاجة بتعد المية اول حاجة عندنا اللي هي الجدر السلولوزية فقط احنا عارفين اللي هي الجدر السلولوزية بتنفز مين بتنفز المية وايونات الاملاح تمام اللي هي المعدنية بس الكلام ده كلمة فقط دي خلتها لي ايه خلتها لي غلط رقم بيه الجدر المواطعة باللجنين فقط طيب ما عندنا اللي هي الجدر المواطعة باللجنين دي اصلا دي جدر غير منفزة للمية اصلا مش هتعد المية في جميع الاحوال الجدر مغطاب السيوبرين والكيوتين الجدر مغطاب السيوبرين غير منفذة للمية والمغطاب الكيوتين برضه غير منفذة للمية وبالتالي دي كمان غلط الاخشية البلازمية والجدر السللوزية الاخشية البلازمية طبعا بتنفذ مين بتنفذ المية وبتحدد نفاذ اللي هو كثير من اين من الاملاح وبتمنع نفاذ اللي هو السكر والاحماض الامنية عشان حجمها كبير لانها اخشية ايه شبه منفزة يعني دي هتصحة كده بالنسبة لنا الجدر السلولوزية طبعا دي كمان منفزة مين للمية يعني كمان صح دي كمان وايونات الاملحة ايه المعدنية وبالتالي دي هتالإجابة الصحة لرقم مين رقم دال الشكل المقابل يوضح تجربة للعالم كيلفن ماذا تتوقع لو تم امداد الجهاز والعنصر سين بصورة متقطعة عند طبعا هنا اللي هو تحلب اللي هو كوروريلا وعند هنا كالمصدر للضوء وعندنا هنا بنمد اللي هو تحلب اللي هو مين غاز مين سينوصيد ايه كربون اللي هو ايه اللي هو بيحتوي على كربون اللي هو المشاعل اللي هو سي 14 يحصل ايه بقى لو هنا مدنا سينوصيد الكربون بصورة ايه متقطعة طبعا اللي هي الفسفو جليسر ارضهايد هيكون اللي هو البيجال يعني هيتكون هو كمان بصورة ايه متقطعة فقول له كده يتكون الفيسفو جليسر الضايد اللي هو البجال بصورة متقطعة وبالتالي يتكون الكولكوز بصورة متقطعة قد يصف الطبيب للمريض أحيانا دواء يأخذ عن طريق الحقن في الوريد وليس عن طريق الفم اقترح سببين لذلك والله هنا ممكن يكون السبب الأولاني أن الانزيمات اللي هي موجودة فيه اللي هي العصار اللي هي المعدية أو اللي هي المهوية تأثر عالميا على اللي هو الدواء يبقى أول حاجة رقم واحد كده أقول له تأثير الانزيمات الهاضمة على الدواء ممكن الحاجة التانية أن الدواء نفسه يتأثر بحمودة مين المعدة تأثر الدواء بحمودة المعدة الحاجة التالتة كمان ممكن نقولها أن الدواء طبعا لما بيتاخد عن طريق اللوة الحقن طبعا عن طريق دم بيكون أسرع بالنسبة عن اللوة عن طريق اللوة الفم الدواء يصل أسرع عن طريق اللوة الدم قد يحدث تنفس هوائي بعد التنفس اللا هوائي ما ماذا صحة العبارة مع التفسير؟ طبعا عبارة صحة عبارة ايه؟ عبارة صحيحة طب ليه؟ الكلام ده لو قلنا في حالة توافر غاز الاكسوجين في حالة توافر غاز الاكسوجين إلا يحصل هيئة اكسد اللوة حمض اللاكتيك إلى حمض البيروفك مرة أخرى وبعد كده هيدا يتحول مين؟ ثم إلى أسطيل مرافق الانزيم ألف طبعا الكلام ده ليه؟ علشان إتمام لإتمام مراحل التنفس الخلوي الهوائي وينتاج الطاقة طبعا في الحالة دي تنهى الجسم هيبدأ ياخدتين اللي هي 38 جزء اللوة ايتي بيه من جزء اللوة ايه كل جزء ايه واحد يا رب كنفاهمنا ما تنسناش من صالح دعواكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفيق لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا